جنود بلا مرتبات يقطعون بعض شوارع مدينة تعز أو تلك المفتوحة منها احتجاجا على إسقاط أسمائهم من كشف الرواتب متهمين قيادة محور تعز بالتلاعب بالكشوفات المالية لتوضح هذه الأخيرة بأن ما يزيد عن ثلاثة آلاف وسبمائة مجند في كافة الألوية لم تصلهم أي تعزيزات مالية وأنها تتابع استكمال إجراءاتهم المالية في عدن هذه الاحتجاجات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بالطبع فالمواطنون وجنود منهم لم يجدوا من خيار أمامهم إلى الاحتجاج بطريقة تبدو لهم الأقرب للوصول إلى متخذي القرار الأول في البلاد الناس يعيشون دون وسيلة رزق مستمرة متمثلة بالمرتبات الشهرية فكيف بأولئك الذين يمثلون الباب الرئيسي والمنفذ الوحيد لاستعادة الدولة بتضحياتهم في جبهات القتال حتى أهم الطرق المؤدية لجمهورية نهم في صنعاء وصرواح في مأرب أبطالها محرومون حاليا من رواتبهم لشهور طويلة تواحد المعاناة المواطنين الرازحين تحت سلطة ميليشيا الحوث والمخلوع وأولئك القاطنين في المناطق المحررة فالرواتب مقطوعة عنهم من جهة أخرى تواجه البلاد معضلة تتمثل بانهيار سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية وهو ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكالف المعيشة يرجع المراقبون سبب التدهور إلى نفادي احتياطي البلد من العملة الصعبة وتعويم العملة وطباعة الحكومة لأوراق نقدية بدون اغطاء ما تسبب في تدهور سعر الريال ليصل إلى نحو 430 فعدا في وقت يتوقع وصوله إلى معدلات أكبر ما ينبؤ بكوارث أكبر في طريقها لأن تعاش من قبل مواطنين يعانون كثيرا من استمرار الحرب